السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا واصفة كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير في اطار فقرة وصفة في لحظة اليوم ان شاء الله غدي نقترح عليكم عصير اللي كيجي ببنين بزاف كيجي رائع وكي تعتبر من ارقى العواصر اللي يمكن نحضروها اكتا وخصوصا في المناسبات العصير كيجي صحي كيكون عفوا صحي مغدي ومقوي للجسم وللذاكرة فكنتمنى ان شاء الله تجربوه اكيدا غدي نال اعجاب ديالكم اذا عجبتكم الوصفة دياليوما ما تنسوش تجعوني كيف ديما بجام طالب ومشاركة الوصفة مع الاهل والاحباب باش تعمل فائدة فعندي هنا 12 حباد التمر اللي زودت للنواة دياله غدي نوضعها في الخلاط الكهربائي كيف كتشوفوا غدي نضيف عليها نصف زلافة صغيرة زبيب ممكن هذا الاسود وممكن زبيب اخر اللي كيكون اللون دياله شو ينفتوح يعني شقر تقريبا ثلاثة دلمعالق كبار يكونوا عامر وغدي نحتاج ايضا لللوز اللي تحنتو بالقشور دياله اللوز خضار آآ ما تحنتوشي هكذا مرة يعني في حال دقيق ولكن خليتو شوية هكذا حرش كيف كتشوفوا القوام دياله ماشي يمتحون مزيان باش كمقوا ونحسو بشي حاجة هكذا في العسر ديالنا فغدي نحتاج ثلاثة حسان اربعة دلمعالق ليكم لاختيار وغدي نضيف واحد القبيصة دلمسكة الحرة تقريبا اربعة دلمسكة الحرة اللي دقيتو ما هكذا المسكة الحرة كتنسم العسر ديالنا بواحد شكل رائع وكتعطيه واحد اه تعليكة وغدي نحتاج نصف لتر دلحاليب اذا كنتو بغيتو العسر ديالكم شوية هكذا يجي خاتر بغيتو خفيف شوية ممكن كتزيدو شوية دلحليب ثم كتتحكموا في القوام دلعاصر ديالكم وايضا كتبقى حتى المكونات اللي ضيفنا يعني قياس دياله لكم لاختيار تزيدو اللي بغيتو وتنقصو اللي بغيتو كنتحن كل شي حتى كيت تطحن لي مزيان وهذا هو القوام دلعاصر ديالنا كيف كتشوفو كيجي خاتر وكيجي معلك العاصر كيجي تحفى ماشي جاري كنقدموه بالصحة والعافية فغا كيف قلت لكم الاختيار في العاصر واش يكون خفيف بزاف او يكون تقيل بزاف توما اللي كتتحكموا فيه ومشي ماشي بالضبط تلتزمو بالمقادير اللي عطيتكم بالضبط المهم هاد اه اربعات المكونات اللي عطيتكم هما اللي مهمين اما القياسات ماشي مهمين تكتروا اللي بغيتو وتنقصوا اللي بغيتو كيف كتشوفو كيجي خاتر وعاقد ما بغيتو الشي هكذا خفيف وماشي عاقد بزاف خاتر في حال العاصر كاملين ولكن يعني عاطي شوي هكذا الخطورية ماشي الحليب اللي كيبقى جاري بغيتو تزيدو من من الخطورية ديالو كتضيفو له واحد دياورت بنكهات الفاني كتخطر العاصر شوية فهذا اللي عندي في القريعة هادا كنخسني صراحا صورو لكم هادا اللي في القريعة هو اللي ضيفت له واحد دياورت بنكهات الفاني باش زادت تخطرتو شوية ومقدموه بالصحة والعافية اشتركوا معنا في القناة اذا كنتو كتزورونا الاول مرة باش توصلوا معنا دائما بالجديد وانا هنا كنقولكم كيف ديما بس